السؤال الأول إذا كان عندي مسلس أنا بهذا المسلس في عنا الزوايا x, y, z طبعا نحن نعرف أنه مجموعة الزوايا الداخلية في مسلس يساوي 180 درجة عم يقل لي y زائد z مائس x يساوي 70 بده يعني أوجد قيمة x إذن y زائد z مائس x يساوي 70 طيب بشو نعمل نحن بها الحالة بنعمل عملية الطرح للمعادلتين فx مائس مائس x بتصير 2x y بتروح مع y z بتروح مع z 180 مائس 70 يعني 110 فبستنتج أن قيمة x 110 تقسيم 2 55 السؤال الثاني قياس الزاوية k a b k a b x وعمدي الزاوية هي y وهي z أيضا عم يقل لي أنه x زائد y زائد z يساوي 176 بس في نقطة كونه هاي زاوية خارجية فهي بتساوي مجموعة زاويتين داخليتين يعني بتستنتج أنه x تساوي x y زائد z بالتالي فين يحط بدل هال y زائد z x يعني بصير معنا x زائد x يساوي 176 معناتها 2x يساوي 176 معناتها x تساوي 88 بس هو شو بده هو بده قياس b a c b a c طالما هاي 88 معناتها هاي الزاوية بتكون مكملة لل88 يعني 180 معي 88 بيطلع معنا الجواب 92 السؤال الثالث عندي قياس b a d b a d 60 قياس b d a b d a 100 وقياس هاي الزاوية c هو 20 بده يعني أوجد قياس b a c ككل هلا طالما هاي 100 فهي الزاوية زائد هاي الزاوية بيطلع معنا 100 معناتها هاي الزاوية لازم تكون 80 إذن عمدي هاي مئة وعشرين مئة لأنه هاي زاوية خارجية بالنسبة لهذه الزاوية هو بده قياس b a c b a c ككل بتكون 60 زائد 80 يعني 140 درجة السؤال رقم 4 عم يقل لي هاي الزاوية a زائد b زائد c يساوي 260 درجة بده يعني أوجد قيمة a لحظوا هلا إنه مبدئيا هو عاطيلي إنه a زائد b زائد c يساوي 260 درجة أيضا إذا مددنا نحن هاد فهون بصير عندي زاوية خارجية هي 180 ما s a لأنه هاي كلها زاوية مستقيمة هاي a معناتها 180 ما s a مجموعة زاوية خارجية فيه مسلس يساوي 360 درجة معناتها بستنتج إنه 180 ما s a هاي زاوية خارجية زاوية خارجية b زاوية c يساوي 360 درجة شو بعمل هلا بعمل عملية الطرح للمعادلتين a نائس نائس a يعني 2 a نائس 180 وال b وال c يساوي 160 نائس 360 يعني نائس 100 بنقول هاي لهذا الطرف بصير معي 2 a يساوي 80 معناها a يساوي 40 درجة سؤار رقم 5 عندي طول a b هذا طول a b يساوي طول b d و يساوي طول ac هذون متساويين الثلاثة عندي قياس هاي الزاوية 18 بده يعني أوجد قيمة x مبدئيا نحن هاي الزاوية بتكون زاوية خارجية بالنسبة لهذا المثلث معناها هي x زائد 18 وهي الزاوية تساوي هاي الزاوية بال لأنه هذا المثلث متساوي الساقين اللي هو a b d معناها هاي الزاوية أيضا x زائد 18 الزاوية المثلث الكبير اللي هو a b c مسلث متساوي الساقين فيه هاي الزاوية تساوي هاي الزاوية معناها هاي الزاوية تساوي هاي الزاوية نستمتش انه هاي الزاوية x هلا مجموع زوايا المثلث 180 درجة ففيني يقول انا هاي الزاوية x زائد زاوية x هاي زائد زاوية x زائد 18 زائد 18 يساوي 180 درجة معناها 3x يساوي 180 ماعس 36 بيطلع معنا 144 144 تقسيم 3 بيطلع معنا قيمة x تساوي 48 درجة طبعا هو بده قيمة x السؤال رقم 6 بيقو اذا كان عنا A,B أو B,A يساوي B,C هاي B,A كله تساوي B,C كله يعني هاي تساوي هاي حلو وعن C,A هاي C,A تساوي CD يعني هاي وعن هاي الزاوية 110 أوجد قيمة X هلا طالما هاي 110 معناتها المكملة بتكون 70 درجة بالتالي بستنتج انه هاي ايضا 70 درجة ليش لانه المثلث A,D,C مثلث متساوي الساقين هاي الساق تساوي هاي الساق معناتها هاي الزاوية تساوي هاي الزاوية هاي 70 وهاي 70 140 معناتها هاي 40 درجة هلا لحنا عنا المثلث الكبير B,A يساوي B,C معناتها هاي الزاوية تساوي هاي الزاوية ككل معناتها يفترض هاي تكون كلها 70 درجة وعنا هاي 40 بالتالي بستنتج انه X تساوي 30 درجة